بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا عليكم فيديو جديد. والفيديو النهاردة بتاعنا بيتكلم على مجموعة جديدة من المأموريات التي تحولت من مأموريات جغرافية الى مأموريات مدمجة. لو تتذكروا في اتنين وعشرين احنا كان عندنا منطقة القاهرة الرابع يمكن دي كانت من اشهر المناطق التي تم تحويلها الى آآ مأموريات مدمجة. وطبعا المأموريات دي زى من شايفين كده كان بتضم عشر مأموريات او مجموعة المأموريات دي بتضم عشر مأموريات مدمجة وهي مأمورية ضرائب السيدة زينب. ضرائب الخليفة. ضرائب ضرب الاحمر. المانيال. مصر الاديمة. ضر السلام. البستين. المعادي. ضرائب حلوان. مأمورية ضرائب خمستاشر مايو. وده كان زى ما احنا اتفقنا في اتنين وعشرين والنهاردة صدر قرار جديد قرار رئيس مصلحة الضراب مصلحة 161 بأنه سوف يتم دمج منطقة ضراب القاهرة تاني ويمكن كنت شفت على الجروبات مجموعة من الأسئلة هي المأموريات التي تندرج تحت مأمورية ضراب تاني طبعا زي ما احنا شايفين كده عندنا مأمورية أصر ميل عبدين الموسكي مأمورية داب الشعرية المطارية عين شمس الزتون أول الزتون تاني مأمورية حدايا الأوبة ومأمورية الزهب وطبعا الكلام دا ينطبق على الدخل زي ما احنا شايفين وكمان القيمة المضافة مأمورية الزتون وعبدين والموسكي ومكتب الدهب ومأمورية أصر النيل وطبعا الكلام دا صدر في اتنين تلاتة وعشرين في تلاتة تلاتة وعشرين شهر من مارس تلاتة وعشرين وطبعا زي ما انتم عارفين دا بيتطلب بعض الأشياء اللي يجب ان الناس اللي تبع عليها هذه الممولين او المسجلين اللي تبعين لهذه المأموريات ان هما يعملوها طبعا لو تفتكروا احنا كنا عاملين بلاي لست كبيرة جدا ازاي تسجل على منظومة الضرائب الرئيسية دلوقتي كل المسجلين على هذه المأموريات يجب ان هما يبتدوا يسجلوا نفسهم على منظومة الضرائب الساب او منظومة الضرائب الرئيسية اللي هي eta.gov.eg وهنسيب لكم تحت في الوصف بتاع الفيديو اللينك بتاع مجموعة الفيديوهات الخاصة بالتسجيل لأول مرة على مأموريات الضرائب المضمجة طبعا لازم يتجه الممولين لاستخراج حاجة اسمها الأكواد الخاصة المأموريات الأكواد الخاصة بالتسجيل على منظومة الضرائب الرئيسية وزاي ما انتم شايفين هنا كده احنا عندنا بلاي لست او مجموعة مفضلة للفيديوهات اسمها ضرائب اتنين ودي هتلاقي فيها مجموعة كبيرة جدا 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 من الفيديوهات اللي مفروض تقولك ازاي ان انت وقدالك تسجل يعني خطوات مثلا تسجيل على منظومة الضرائبية الرئيسية حتى الربط على رقم التسجيل وفيه تحديث ليه هيمكن لغاية 23 وعشرين ومنين تقدر تروح تجيب الأكواد اللي انت محتاجها عشان تسجل وكمان موجود فيها هنا فيديوهات تخص كيفية تقديم الإقرارات الخاصة بالمنظومة الجديدة طبعا تباعا هيتم نقل جميع مأموريات الضرائب الى مأموريات مدمجة ولكن زي ما احنا اتفقنا على مراحل مختلفة وطبعا زي ما قلنا هنسيب لوكو برضو تحت مجموعة من الفيديوهات اللي هم اول اتنين او يعني فيديوهين او تلات فيديوهات الخاصين بالتسجيل على طول عشان نقدر الناس تحول بسهولة وتبقى فاهمة التفاصيل بتاعت النقل ده عمد ازاي طبعا ان شاء الله في الفترة اللي جاية دي هنبتدي نكسف شوية الفيديوهات لان كان نزل بعض الحاجات واحنا طبعا كنا مجغولين شوية فهنبتدي نحاول نكسف الفيديوهات شوية عشان نقدر ان احنا نتابع كل جديد زي عددكو معانا لا تنسوش تتابعونا على الفيسبوك على التليجرام وعلى اليوتيوب عشان يوصلكم جديد نشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته